لجنة الزمالك عملت جلسة تحفزية للعبين النهاردة لجنة تدير نادي الزمالك جلسة تحفزية وحفزوا اللعبين وطلبوهم بالفوز على النادي الاهلي وطلبوهم انهم يثبتوا كفائتهم بعد الفوز بالدوري السنة اللي فاتت بالفوز ببداية دوري قواية وفوز على النادي الاهلي الغريم التقليدي الجلسة بدأت بحديث لهاني بيرزي عضو اللجنة وقال عايزين ننزل بقوة ونثبت للجميع ان الزمالك استحق التدويج ببطولة الدوري الموسم اللي فات عن جدارة واستحقاق احنا مندعمكم ده على لسان هاني بيرزي قال احنا مندعمكم بيقول اللعبين رغم كل السعبات وعارفين ومقدرين ده والجميع يعمل بقدر المستطاع على انه يدعم الفريق في الفترة اللي جاية كابتن حسين لبيب رئيس اللجنة اتكلم كمان هو وقال قال انتو رجالة وبنصق فيكم دفع عن نفسكم وعنديكم سواء احنا قاعدين او ماشيين لازم نكسب الاهلي وانتم احسن لعبين في مصر كل واحد فيكم يقود فرقة لوحده نتمنى التوفير ليكم وكلنا ثقة في الجهاز الفني بقيادة مستر كارتيرون ده فيما يخص الجلسة اللي اتعامت النهاردة